من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف العام القادم جاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح ثقة لحكومة جديدة توقعات بأن تنال حكومة يوسف الشاهد أثقة بغالبية مريحة رغم ما أثارته من تحفظات يتعين أن تحصل حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت السبت الماضي على غالبية 109 أصوات على الأقل مجموع أصوات النواب البالغ عددهم 217 وقد أعلنت أحزاب نداء تونس والنهضة وآفاق والاتحاد الوطني الحر المشاركة في حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة لحبيب الصيد مساندتها الحكومة الوليدة رغم ما أبدته في الأيام الماضية من تحفظات على تركيبتها التي تضم أربعين بين وزراء وكتاب دولة يذكر أن حركة النهضة تحتل 69 مقعدا في البرلمان في حين يشغل حزب نداء تونس 67 مقعدا مقابل عشرة مقاعد لحزب آفاق و12 مقعدا للاتحاد الوطني الحر الذي لم يعد ممثلا في الحكومة الجديدة كما يتوقع أن تصوت كتلة الحرة التي تحتل 55 مقعدا لصالح الحكومة الجديدة وفي ظل تعاقب الحكومات على قيادة تونس في ظرف زمني وجيز وفشلها في حل معضلة البلاد الاقتصادية أقر رئيس الوزراء التونسية المكلف يوسف الشاهد أمام البرلمان بأن معدل نمو اقتصاد بلاده هذا العام لا يتجاوز 1.5% يلزمنا نقفل تونس باش يرجع الاقتصاد يدور باش يرجع الاقتصاد يخلق مواطن الشغل يلزمنا نقفل تونس باش تنجع الديمقراطية وباش ترجع عيبة الدولة يلزمنا نقفل تونس باش يرجع الأمل للشباب للجهات الداخلية للمليون تونسي اللي عايش البره في الخارج للتبقى الضعيفة والمتوسطة للتواسل كل الشاهد لوح في الوقت نفسه ببرنامج تقشف العام المقبل يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة رياض عشور الحدث من تونس ينضم إلينا المحلل السياسي منذر ثابت أهلا بك معنا سيد منذر حتى الآن يبدو أن المؤشرات تقول بأن حكومة يوسف الشاهد ستحصل على أغلبية مريحة هل لديكم نفس التوقعات؟ بكل تأكيد هذه الحكومة ستحظى بدعم تحت قبط البرلمان على الأقل من خلال السيغة التي أوجدها الرئيس الباجي خالد سبسي مهندس هذه الحكومة بتجميع مختلف مكونات الساحة السياسية استثناء العديد من الأحزاب هذا أمر مؤكد لكن أول مكسب سجله في هندسة هذه الحكومة هو انخيرات أو توريط إن شاءنا التعبير النقبات في هذا الخيار وضم العديد من الحساسيات اليسارية لمحاصرة الجبهة الشعبية كذلك التي تبقى الصوت الرافض الوحيد داخل المعارضة في تشكلها الجديد إذن هذه الحكومة ستحظى بدعم برلماني واسع مريح سيتيح ليصف الشاهد التحرك وتمرير خاصة التشريعات التي تحدث عنها في علاقة بمكافحة الفساد في علاقة أيضا بقضية الجباية في علاقة بجملة الاستحقاقات التي يعتبرها حيوية لإنجاح مهامه التي هي يمكن أن توضع تحت عنوان أو بالبنط العريض مهام الإنقاذ الوطني اقتصاد متداعي متهاوي مأزوم على مختلف الواجهات هذه الدعوة التي توجه بها إلى مختلف المكونات هي في آخر الأمر دعوة لشن معركة لكسب رهان الإنقاذ وإخراج الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية من حالة التفكك المستمر التي تحييه منذ 14 جنوبي 2011 طيب سيد منذر هذه الفترة الحرجة التي تمر بها تونس والتي تستوجب قرارات مهمة وإنجازات كبيرة وكما أشرت الآن أن هناك الأحزاب الأغلبية ربما ستساند هذه الحكومة ولكن ماذا عن الرافضين لها هل ستلقى دعوات يوسف الشهد قبول وصدى لديهم الإشكال المركزي الآن يطرح مع الجبهة الشعبية كما تعلمون أن الجبهة الشعبية تمثل تجمع القوى اليسارية التي تعتبر في تقييمها أنها غير مسؤولة عن السياسات السابقة وأنها ليس في إمكانها أن تتحمل تبعات السياسات الخاطئة تعتبر أن حكومة يوسف الشهد هي حكومة صندوق النقد الدولي أن هذه الحكومة ستنفذ جملة من القرارات والخيارات والتعليمات المفقرة للطبقات الشعبية أن هذه الحكومة لا يمكنها أن تنجز الإصلاحات على قاعدة الشرط الوطني أو القاعدة الوطنية هذا موقف الجبهة الشعبية لكن أيضا هناك موقف يبدو أنه مخاتل هو موقف المركزي النقابي الاتحاد العام تونسي للشغل الذي أشار منذ حين في بلاغ بأن الشخصيات الممثلة في تشكيلة يوسف الشهد يعني ثلاثة وزراء هم فقط أصدقاء الاتحاد من القيادات السابقة لا ينجمون الاتحاد العام التونسي للشغل إذا من خالطوا في السياسات لا شعبية أو معادلة أنا مضطرة أن أقطعك سيد منذر ثابت لأننا سننتقل مباشرة الآن على ما يبدو اشتركوا في القناة